أعود لكم مشاهدين من يديد وصرنا في فقرة الفقرة القانونية الخاصة في برنامجنا والجانب القانوني وهو أكيد من أهم الجوانب اللي دائما صلت الضوء عليها في برنامجنا موضوعنا اليوم سيكون عبد الله عننا فقط فعلا موضوع جدا مهم عشان تعرف أكثر على هذا الموضوع يسعدنا بأن نلتقي مع المحامل الأستاذ محمد صفر محمد ما استاكر الله بالخير السياك أرم الله بالنور والمسي عليكم على أستاذ المشاهدين إن شاء الله الفقرة هذه تحوز على إعجاب المشاهدين خصوصا أن هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة إذا ما كان هو الشخص نفسه إن شاء الله ما يكون صاحب التجربة هذه هي توعية عشان كل شخص يعرف شنو حقوقه وشنو واجباته نعم بداية محمد يعني إذا بنبلش وبما أنه موضوعنا عن النافقة شلون يتم تعديد نسبة النفقة بعد الطلاق طبعا لازم نقول معلومة أن نسبة النفقة أو مقدار النفقة ما راح يفرق سواء بعد الطلاق أو قبل الطلاق إلا بشيء واحد اللي هو المسكن شيء الوحيد اللي ممكن أنه يفرق ولكن بشكل عام هي المقدار واحد الراتب واحد النفقة وحده حقا لما ننقيس النفقة راح ننقيسها على حسب يسر وعسر الأب أو الزوج شلون راح نعرف من الراتب طيب ولكن في بعض الأحيان أن يكون الأشخاص عندهم نشاط تجاري ثاني غير الراتب يعني الواحد ينزل له راتب ألف دينار بالشهر وعنده مثلا شركة ثانية أيضا قاعد يدر له فلوس أو ممكن أنه يكون عنده عقار مأجر هذا العقار وقاعد ينزل له مبالغ شهرية فتدخل من ضمن النسبة من اللي راح أعطني معلومة الزوجة راح تقولي ترى هي ترى ريال عنده شركة أو ريال عنده عقار هنا لما نطلب التصريح وهذا شيء مهم نطلب التصريح العادة نطلب شهادة الراتب بس لما تقولي هذا المعلومة راح أطلب شهادة راتب راح أطلب رخص التجارية تصريح بالرخص التجارية من وزارة التجارة أو من القوى العاملة في المحافظة بالإضافة إلى ممكن أن أطلب حركة الحساب خلال ثلاث شهر يعني راح يبين حتى لو ببرى الكويت وقع تنزل له مبالغ راح يبين راح يبين هذا أهم نقطة الشهري كم؟ لأن أنت تحسب النفقة بطريقة شهرية فآلية النفقة كيف نحسبها؟ على حسب مقدار عسر ويسر الزوج بالإضافة إلى كفاية الأبناء يعني أنا كمثال كعدد الأبناء على العدد للأبناء على البيئة اللي هم عايشين فيها على الحياة اللي هم كانوا عايشينها أثناء الزواج يعني يعني عندي في واحدة هيتلي زوجها تاجر طيب وما عنده ولا شيء شهري ينزل له من الدولة وكل شغله كله بالشركات وينزل له مبالغ من الشركات مناقصات شركات بضاعة يبيع ما فيه شيء ثابت ما فيه شيء ثابت طيب يعني دورنا إشارة راتب ما فيه دورنا سيارات عشان نحجز عليها ما فيه دورنا بنوك مو كل المبالغ اللي هو حاطها بالكويت بره الكويت ممكن في الخارج شنو سوينا الشيء الوحيد اللي فادنا الرخص التجارية باسمه تكون باسمه فلما كان عليه متجمد نحن ناخذ مبلغ من المتجمد اللي هو عليه حجزنا على الرخص التجارية يوم اللي وراه راح دفع لأن شركتها راح تنظر رخص تجارية معناتها ما تقدر تجدد الشركة ما تقدر تجدد التراخيص يعني أنا ودي بعد أتكلم عن آلية المطالبة بالنفقة يعني بدءا بمطالبة هذه البنت أو الامرأة بنفقتها دعونا نتكلم عن هذه الآلية كيف حالنا؟ يعني أول شيء نتكلم مثلا بعد الطلاق أو قبل الطلاق بعد الطلاق النفقة نفقة الزوجية؟ نفقة الزوجية؟ لمدة سنتين في السابق يعني يأتي واحدة تقول أن أنا زوجي ما يصرف علي مدة سنتين وأنا على ذمته وأنا على ذمته نزيل؟ بالنهاية ممكن نتطالب في هذا الموضوع في المذهب الجحفي ممكن أن تطالب لمدة حتى لو خمس ساعة سنة سابقة زوجي ما يصرف علي لمدة خمس ساعة سنة فبالتالي سيصبح علي متجمد سيصبح المبالغ كبيرة هذه المبالغ الكبيرة ممكن أن يتم تقصيدها في بعض الأحيان كثير من الأحيان لا لا نستطيع تقصيدها على طول سيدفعها ممتاز أنا أخذ منك تفاصيل أكثر سواء كان النفقة قبل الزواج أو بعد الزواج لكن من بعد ما نتوقف لهذا الفاصل ولنعوده نستكمل برنامج مساء الخير يا كونك أعود لكم من جديد ومستمري معكم في مساء الخير يا كويت وفي الفقرة القانونية وموضوعنا اليوم عن النفقة مع المحامل أستاذ محمد صفر أحمد حيا كل مرة ثانية وقبل الفاصل تكلمنا عن أنواع النفقة في النفقة أثناء الزواج ونفقة ما بعد الزواج مطلقة تكلمنا عن الزواج إذا نتكلم ونكمل موضوعنا في النفقة ما بعد الزواج وهو الطلاق طبعا هي راح تفرق في النفقة الزوجية إذا كانت هي على ذمة الريال راح تكون في النفقة الزوجية بعد الطلاق ما في نفقة زوجية فالنفقات اللي راح تكون كلها نفقات أبناء ما عدا المؤخر هذا بعد الطلاق ما عدا العدة والمتعة هذول اللي راح تأخذهم مبلغ مبلغ معين وبس خلاص ما راح يستمر الشهري اللي راح يستمر الشهري اللي هو الأبناء وأجرة المسكن وطبعا في بعض الأحكام فيها خادمة سائق بعضهم فيها سائق إذا كان الريال مختدر مختدر وأنت أتكلم أنت توقعت تشرح أن نفقة المطلقة تكون عادة للأبناء فشلون على نفقة المطلقة ليكون ما عندها أطفال نفقة المطلقة إذا ما كان عندها أطفال راح يكون عندها شيئين مثل ما أنا قلت المؤخر المؤخر والعدة المتحد لأن بالنهاية كل النفقات اللي تصير بعد الطراق هي فقط للأبناء حتى في بعض الأحيان يقولت أنا بيتنازل عن نفقة الأبناء وهذا ما يصير لأن النفق هذا حق للأبناء ليس للأم إلا إذا راحوا عند الطرف الآخر يعني عند الأب حتى إذا راح عند الأب حط بالنهاية النفقة هذه يسمى نفقة أبناء فليس من حق أي من الطرفين يتنازل عنها هذا واحد اثنين هي الأم صحية تسلم المبالغ ولكن تكون مسؤولة تدير المبالغ ليس هذه لها وصراحة يعني بعض الأحيان يعني الأم تدفع زيادة على هذه النفقات لأنني قلت صراحة غالبا يعني لما الأم تبي تسكن في مكان أجار هل في مثلا أجار أقل من 400 450 ما في المحكمة مرة تعطيها المبالغ أيضا أجرة الخادمة 120 دينار هل المحكمة تعطيها 120 دينار في الغال لا تعطي 120 80 هي تزيد الباجي نفس الشيء استخدام الخادمة التي هي مبالغ 1200 و1100 ما قبل أي قبل قدام فشنو سوي رح أدفع مبلغ عشان أيبه هل المحكمة رح تعطيني 1200 ما رح تعطيني لا إذا ودي أنه اشترك في هذا الأمر ولكن هو مملزوم أنه يدفع قانونيا أمور غير المسكن والخادمة بالإضافة إلى أن دائما أقول حق الموكرين هناك شيء يسمى عقد اتفاق عقد الاتفاق هذا يحل خمس ست غضايا يعني الاتفاق بين من ومن بين الأم والأب حلو عقد الاتفاق يحلك أربع إلى خمس غضايا ماذا يصير وماذا يصير هذا ممكن أن يصير أثناء الزواج أو بعد الانتصال حلو ما معنى عقد الاتفاق أن أنت مثلا الأم ما تبين تبين أجرة مسكن خلاص نحط مثلا مبلغ ريال يقول 300 لماذا لأن بالنهاية يوميا ستذهب إلى المحكمة يعني خمس ست قضايا تدين الأم لما تطالب بحقها سترفع خمس ست قضايا على الريال لكل موضوع على حدر ريال المسكين خمس ست قضايا لا سترفع شيء متحب هذا عقد الاتفاق يحلك خمس ست قضايا في هذه الورقة فهي حل ويسمونها سلمي يسمونها طلاق الناجح يعني أنا أطلع صحيح أن أنا يمكن انفصلت ولكن أطلع بأقل الأضرار هذه نقطة جدا مهمة وأنا أريد أن أقف عندها طلاق الناجح طلاق الناجح من وجهة نظري يمكن نظر الكثيرين يتفقون معه يمكن حضرتك تتفق أنك لا تدخل الأبناء في المشاكل التي ستكون معه أمي بالأمي أمي بالأمي عشان يكون فعلا طلاق طبعا ناجح مهمة ماذا نسمي لماذا تمني أنا ناجح ليس عشان مهمة ليس عشان الأم والأب عشان الأبناء عشان الأبناء صحيح عشان تسمي الطلاق الناجح بالنهاية مشكلة أنك أي انفصال سيكون خسارة والخسارة المشكلة الأولى ستكون على الأبناء نطلع بأقل الخسائر لا ندخل الأبناء في الموضوع وللأسف في بعض الأشخاص يصير في عناد بينهم يدخلون الأبناء عشان مشاكل شخصية وهي شائلة عليها والأبناء المحتاجين في كل أسرة رجل حكيم يقول أنتم روحوا حلوا النزاع ولكن الأبناء لا يعمل بهذا الموضوع نعم وهم هذا دوركم بالنصايح التي تقدمونها للطرفين والتوعية التي تقدمونها دائما كل شكر لك على وجودك اليوم معنا مشكورين أعطيكم العافية وإن شاء الله الحلقة هذه والفقرة حازت على رضا المشاهدين أكيد فيها تفاصيل ومعلومات أكيد لأبون يعرفون عن هذه النفقة وخلينا ننتقل الآن عبدالله لموضوع آخر يخص العصاء البيضاء العصاء البيضاء نورا اليوم نحتفل باليوم العالمي للعصاء البيضاء وهو خاص لضعاف البصر والكفيف وإشلون نقدر أن نساعدهم فخلينا نشوف مع بعض هذا التغرير ولا نعوده